مع بدء العد التنازلي لانعقاد أولى جلسات البرلمان العراقي الجديد تحتدم المنافسة في سباق تشكيل الكتلة الأكبر بين قوى الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية التي يصير زعيمها على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وفق شروط تضعها كتلته من بينها التحالف مع البعض واستبعاد البعض الآخر هناك تقطاعات كبيرة ما بين الجانبين سيد الصدر يصر على أن المالك لاحظ له في الحكومة المقبلة والإطار التنسيق يصر على أنه لاحظ للسيد الكاظمي في خضم هكذا تقطاعات وهكذا أمور أعتقد أن المفاوضات ربما فيها بعض الصعوبة وأعتقد أن الأمور سوف تذهب إلى خارج السيطرة إذا ما أصر كل طرف على رأيه وعلى قراره سباق تشكيل الكتلة الأكبر الذي ستكون جائزة من يفوز به الضفر بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء على منصب تنفيذي في البلاد لم تتضح معالمه بعد فالأمر هذه المرة لا يقتصر على القوى الشيعية بل على تحالفات الغريمين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي مع القوى السنية والكردية نحن مقبلين على انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب بعد مصادقة السيد رئيس الجمهورية وهذه بحاجة إلى العدد الأكبر العدد الأكبر بحاجة إلى توافقية وإتلافات لتكون حاضر أمام قبة البرلمان لنبلغ بالخطوة الأهمة لتشكيل الحكومة لذلك الآن كل ما يترشح أن هناك معلمات حقيقية فهذا أعتقد ضرب من الخيال لأن الكل هناك تفاهمات تسير فيها تشكيل الحكومة ورغم التقاطعات والخلافات الكبيرة داخل البيت الشيعي لكنها ليست المرة الأولى التي تتبعثر فيها أوراق هذا البيت غير أن اللاعبين الشيع يمتلكون ميزة تجاوز خلافاتهم في اللحظات الأخيرة عندما يتعلق الأمر بتشكيل الحكومة ويرى متابعون أن كافة إعلان الكتلة الأكبر تميل لصالح الكتلة الصدرية إذا ما تحالفت مع الأكراد والسنة إلا أن الإطار التنسيقي يحتفظ أيضا بحلفاء أقوية من الفريقين وهو ما قد يقلب جميع التوقعات قبيل انعقاد الجلسة النيابية الأولى حيدر الأسد سكاينيوز عربية بغداد